بتنضم إلينا الزميلة نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية في تونس أكيد لتناول بعض الأخبار الخاصة بالشأن التونسي نسرين صباح الخير عليكي في البداية لو نتطرق للزيارة المقررة اليوم إلى تونس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور جاسم محمد البديوي تفاصيل هذه الزيارة صباح الخير عليكم جميعا وعلى جميع المشاهدين الكرام نعم اليوم هناك زيارة عمل لأمين عام مجلس دول التعاون الخليجي إلى تونس ستكون هذه الزيارة هي طبعا زيارة بدوة من وزير الخليجية التونسي نبيل عمار وهي زيارة تدوم ليوم واحد سيتم خلالها مناقشة سبل التعاون ودفع التعاون بين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي أيضا أكد بيان لوزارة الخليجية الذي أعلن عن هذه الزيارة أن هذه الزيارة تأتي في إطار اتباع والحرص والالتزام بسنة التشاور والتنسيق الدائم بين تونس ودول مجلس التعاون الخليجي يعني ننتظر في أساعات القليلة القادمة المزيد من التفاصيل من وزارة الخليجية حول هذه الزيارة وفحوى المحادثات الثنائية بين نبيل عمار وزير الخليجية التونسي وأمين عام مجلس دول التعاون الخليجي نسرين مؤخرا كان هناك تصريحات للأمين العام لحركة تونس الإمام عبيد البريكي وقال فيها أنا الأوان لتجميع كل القوى المدافعة عن 25 جويلية وتشكيل قوة تساند رئيس الجمهورية وتحيط به وتدافع عن هذا المصار يعني ما أهمية هذه التصريحات وما هي الردود الفعل حولها نعم أهمية هذه التصريحات تأتي يا شريف في إطار سعي القوى المساندة للرئيس قيس سعيد وخاصة لمسار 25 من يوليو يعني مساندته وأعلنها أكثر عن مساعدتها لهذا المصار وعبيد البريكي من خلال هذه التصريحات عبيد البريكي أمين عن حركة تونس إلى الأمام خلال مؤتمر لحزبه ينعقد هذه الأيام قال إنه من الضروري تجميع الاتلافات الأحزاب والقوى السياسية وكل القوى المدنية الداعمة للـ 25 من يوليو وـ 25 جويلية في تونس كما نطلق عليه وأيضا دعما للرئيس قيس سعيد يقول إنه من الضروري أن تكون هناك جبهة واحدة قوية داعمة كتلة وضحة المعالم تساند هذا المصار ويقول الهدف منه هو تحقيق أهداف مصار 25 من يوليو ووضعه يعني لتكون هذه الأهداف منجزة على أرض الواقع بعبيد لبريكي في تصريحاته أيضا انتقد نوعا ما البطء في الإصلاح السياسي قال إنه هناك نوع من البطء في مصار 25 من يوليو ويريد أن يرى أهداف محققة على أرض الواقع وكل هذه المبادئ التي أتى بها مصار 25 من يوليو يريد أن يرها على أرض الواقع ويقول إن الحشد لكل القواء المساندة لهذا المصار وللرئيس قيس السعيد ستكون خير مبادرة وأبرز يعني دافع أكثر ليحقق مصار 25 من يوليو ليتقدم أكثر وليحقق أكثر إنجازات على أرض الواقع طيب نسرين ننتقل إلى ملف آخر خص البيئة تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة لو تحدثين عن تحركات الحكومة التونسية في اتجاه هذا الملف نعم الحكومة التونسية نظمت احتفالا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة كان هناك احتفالية لوزارة البيئة أشرفت عليها وزيرة البيئة الشيخاوي وقالت ليلى الشيخاوي وقالت وزيرة البيئة تطرقت بشكل خاص إلى استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد تونس نذكر سادة المشاهدين أن تونس كانت قد أصدرت قانون في وقت سابق يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية أو بالأحرى يقلص من استعمالها منذ فترة وجيزة يعني هذه الأيام الأخيرة تم تطبيق هذا القانون بشكل كبير في المخابز هناك يعني عطبات مالية على من يخرق هذا القانون ولا يلتزم به لاحظنا كثير من المخابز في تونس التزمت بهذا القانون وزيرة البيئة في هذه التصريحات أيضا دعت المواطنين إلى وعي أكثر بضرورة الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية وقالت أن البديل هنا يكمن في الأكياس أو الحقائب المصنوعة من الصناعات التقليدية يعني التي يصنعها حرفيون تونسيون وهي خير دليل وخير مثال صديق للبيئة وخير بديل صديق للبيئة يمكن أن يجابها مشكل استعمال الأكياس البلاستيكية قالت أن حتى تلك الأكياس الورقية التي بدأت بعض المخابز تلجأ إليها ليست يعني حلا صحيا وصديقا للبيئة بطريقة الأمثل والبديل الأفضل هو استعمال والعودة إلى الأكياس والحقائب التي يصنعها الحرفيون التونسيون قالت أيضا وأتت وذكرت أثار وتدعيات السلبية للأكياس البلاستيكية على البيئة قالت أن هذه الأكياس البلاستيكية تم صناعتها بشكل سريح جدا لكنها تبقى في الأرض لفترة كبيرة كثيرا للألاف من مئات من السنين وهي ما يضر ببيئة الأرض قالت أيضا أن هذه الأكياس تتسرب إلى البحار والمحيطات تتسرب إلى الأرض وتتحلل وتنبعث منها بعض الامبعاثات السامة التي تتسبب في تلوث البحار والأطربة نعم بطبيعة الحال هذه المجودات التي تنتهجها الحكومة التونسية وغيرها من الحكومات يجب أعتقد أن تستمر حتى نصل إلى ربما أوضاع أفضل فيما يخص حماية البيئة وربما تقليل من تدعيات التغيرات المناخية التي يشهدها العالم في مناطق عدة أشكرك شكرا جزيلا على كفة هذه التفاصيل الزميلة العزيزة نسرين رمضاني مراسلة القاهرة الإخبارية كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك